عايز اتكلم برضو في نقطة فكرة المدرب العام للنادي الاهلي النادي الاهلي فتح الموضوع من جديد مع موسيماني والنادي الاهلي خير موسيماني ما بين فكرة الاستعانة بمدرب مساعد لي وتقال طب ما تاخد فكر ونجيب مدرب معاك برضو هيبان تليك الحرية في كل القرارات في نفس الوقت علشان ظروف كورونا وعلشان ظروف لو انت بتسافر وعلشان لو فيها جزات يبقى معك بتنسامي انصار فالاهلي بيعرض على موسيماني فكرة ان بفيه مدرب مساعد مصري وان الموسيماني هو اللي يختاره وموسيماني بيدرس ويفكر في هذا الامر طيب خبر كمان التجديد لموسيماني التجديد خلال الايام القادمة الاهلي انهى الاتفاق مع موسيماني على التجديد لمدة موسمين بل ربما تلاتة كمان ولكن انهاء الرطوش والتوقعات والاعلام بشكل رسمي الاهلي بيختار التوقيت المناسب علشان الامور تكون واضحة استاذة وجدان حمادة بشكرك شكرا جزيلا عبير خميس بشكرك شكرا جزيلا مريم عمار اي حد ينتقل تصارف لمدرب الاهلي لازم نجد للمدرب عزر صح الف السلام عليك ربنا يا خليك نورة مكاوي بشكرك فينك يا نورة منورانا الف السلام علي ابنك بشكرك جزيلا استاذ متحد فؤاد بشكرك بيبو تريكا حمادة كل الناس منى سرعة التجديد لموسماني يعني اعتبر الموضوع انتهى والتجديد خلال الساعات القادمة قالي بيختار التوقيت المناسب فقط لا غير طيب يعني عايزة اطول على حضراتكم علشان الناس ما توازه انا مننا احنا قلنا خلاص يعني بالنسبة لاخبار النادي الاهلي واشكرك وستاذ اشرف سكر عايزة روح للأستاذ فاروق سأدة اه يعني اخد رأي وقعا في مباراة النادي الاهلي قبل من روح ليه نهاردة كان فيه مباراتين تانين في الدور العام اشتركوا في القناة